شاب مثلك نفس الشي جميل أنيق لطيف راقي ويتكلم بالإنجليزية مثقّف واصل مرحلة نعم مثقّف مطلع متطور هذه الإنهزامية أنك لا تفتخر بلغتك بل تتقزز فعلا ممن يتكلم بها وتعتبرها رجعية وفي المقابل من يتكلم لغة غيرك تعتبره مثقّف ومتقر هذه مشكلة وبالتالي لما يتحدثون فيما بيناتهم لازم يخلي كلمة إنجليزية حتى يبين أنه خلاص ووصل بعد مرحلة كيوت يبيننا كيوت هذه مشكلة هذه الأشياء نعيشها يومنا جد مثال بسيط لكن هي تحكي واقع اليوم نحن فصلنا عن تاريخنا فصلنا عن أصالتنا فصلنا عن ديننا عن مذهبنا عن كل شيء وأصبحنا منهزمين حضاريا لأن نرى الحضارة الأخرى هي الأفضل هي الأقوى هي الأجدر والنتيجة أننا أصبحنا نقاط كما يريدنا الآخر ابن خلدون عنده على هذا الرأي جميل جدا طبعا استحضرنا ابن خلدون يقول المنهزم دائما يسعى بأنه يتأسى بالآخرين يعني الشخصية اللي هنزامية تشوفوا الشخصية اللي هزمته أفضل من يما دائما شخص أفضل من يما واصم مرحلة فيحاول يقلتهم بالتالي اليوم اللبس اللي عدنا اللباس هات الموضة الموضة حقيقة شفناها بعض الدول متمسكة يعني بأعصالتها بلبسها لكن بعض الدول لا كلها غربي